ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسؤولي وزارتي الخارجية والطاقة الأمريكية عملون على خطط لإجلاء خمسين سلاحا ناويا في قاعدة انجرليك التركية التي تبعد ناحو مائتين وخمسين ميل من حدود سوريا حتى لا يصبح رهينة عند أردوغان وفي خبرها بانوال ترامب يثق بغرائزه في سوريا إلى أن وطيرة الكارثة تتسارع أوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن سحب هذه الأسلحة من قاعدة انجرليك بمدينة أضنى جنوب تركيا يعني انتهاء علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن نهائيا